السلام عليكم إخواني أخواتي الطلبة في فيديو جديد لي على القناة فيديو اليوم حول سلسلة قواعد اللغة الإنجليزية فيديو حول إكس براسين طايم هذا الفيديو الرابع كان ثلاثة فيديوهات دارتملكم قبل حول قواعد يعني تقدروا تشوفهم في القناة تدخلوا للقناة ثم بعد ديروا فيديو ولا تلقاهم ثاني في بلايس تلقوا في مراجعة لغة الإنجليزية تلقاهم يعني بسهول أخلاف فيديو اليوم مهم حول إكس براسين طايم يعني هاو تو إكس براس طايم يعني بطايم نهي الزمن وقت عدنا الحواج اللي يستعملوهم يعني با تو إكس براس طايم عدنا آفتر عدنا أسو ناز عدنا وان عدنا بفور عدنا أنتل عدنا تل هما يختلفوا شوي من حيث المعنى لكن من حيث القاعدة اللي تتبقها باش يعني تجيب النقطة في الباكالوريا وتجاب يعني يتثري في الفعل للجملتين هذا ما نستعملوهم بحنربطوا بين جملتين أكيد جملتين عندك جملتين وعندك كل واحدة فيها فعل كما نقول وتصرف أنت الجملة يعني حسب تصرف الجملة الفعل تا الجملة الأولى والفعل تا الجملة الثانية حسب يعني هذا ما اللي هما كما قلت لكم عندها من نفس القاعدة راح نحاول اني ندره لكم بالتفصيل سيد أمثلة من الباكالوريات السابقة تبعوا للأخر لأنه المثال من باكالوريا حيكون في الأخر نشرح بالعربية كذلك الأمثلة من أمثلة بالعربية بعد يعني مثال باللغة العربية ما مش برح نقوله باللغة لي خلاه مثال باش تفهموا لأنه كاي داروا لي نفهموا بالعربية أكثر المهم راح ندير أمثلة من باكالوريات باكالوريا سابقة قنطن باكروري 2014 كان مثلا لها المهم تابعوا الفيديو الاخر تفرجوا الفيديو هنا في اليوتيوب ديروا لي جامع للفيديو تعليق تحفيزي ما يكملونكم في سلسلة هذه الفيديوهات وكذلك بارتاجيوا الفيديو معي كامل اصدقائكم اللي تعرفوهم باش نشوف المشاهدات كالعادة طلعوا يعني نفس الهدرينج والهاركم يعني من اجل كما للكم في هذه السلسلة سلسلة قواعد لغة الانجليزية كذلك بالنسبة قبل ما نبدأه حبيت نحكي عن وضعيات لغة الانجليزية غدوة ان شاء الله يعني عندي وضعية وضعية حول تعليم خاصة بالشعب الادابية فقط يعني كذلك شعب العلمية ممكن كمل للكم يعني في سلسلة وضعيات اذا حبيتوا قولوا لي في تعليقات بارك شعب العلمية نهضر باش كمل للكم في الوضعيات وإلى ممكن يعني نكمل معه شعب الادابية فقط بالنسبة كذلك الوضعيات يعني ولا ولا مهم صورة الوضعيات ديما نحطها في الانستغرام تعليم نحطولكم في الوصف ولو في الوصف تالفيديوهات السابقة اي فيديو محسوب تلقوا فيه الانستغرام تعليم وكذلك هذه السلسلة يعني كما قلت لكم تلقى واعد هذا والفيديو الرابع تقدروا تشوفوا لي جديد في القناة تقدر تشوف ثلاث فيديوهات سابقين انت اول شي عليك بنبدأ في الشرح المفصل اول حاجة حبيت نشرح بالعربية واحدة بواحدة باللغة العربية اول حاجة نبدأوا مع نشرح لك ما ذم لي نور بطوبيه ما ذم لي يقول لك في الجملة يعطيك جملتين في الباك ويحط لك هذه يقول لك ربط لي بها يعني الجملتين نقول لك وش تغير في الجملة وش في الجملتين هذوك اللي رح تربطها اول شي نشرح لك ما ذم بالعربية ونتم بعد حسب معنا الجملة عندك افتر بعدها بفور قبلها وان عندها مع السوناز قريبا وانتي لوتي الفيزيوز معناها حتى هذا كان بالنسبة للشرح بالعربية ذركا نبدأوا في شرح مفصل تاعد القواعد اللي تدي بهم النقطة في الباكالوري هو في الباك شوف وكاتب بلكم باللغة العربية يعطيك جملتين جملة واحد وجملة ذركا هو يعطيك جملتين اذما يعطيهم لك جملتين جملة واحد من حيث الكتاب هذه جملة واحد مكتوبين جملة واحد بعد الفاصلة تلقي الجملة اتنين درك انت وشير خطوات باش تجاوب اول شي هو رح يحط لك واحدة من هذوك افتر بيفور ولا ذوك تربط بها حسب معنى الجملة هذه الحاجة اللي رح تربط حسب معنى الجملة يمكن ديرك مثال وتفهم المليح من الباك ولا مثال باللغة العربية اول حاجة تدير ثلاث خطوات اذما اول شي جملتين هذوك ليعطيهم لك ترتبهم حسب زمن الوقوع مثلا لي وقعت لولا وحدها ولي وقعت ثانية وحدها مش كما اكتبهم لكم مثلا قدر يكتب لك الجملة لولا وهي وقعت ثانية فهمتوني يعني من حيث زمن الوقوع ترك نعطيكم المثال باللغة العربية وتفهم ترتب الجملتين حسب زمن الوقوع مثلا كما هيك او من بعد فئة للجملة الاولى الجملة الاولى من حيث زمن الوقوع يعني كمكتبها هل كهو اللولة تميه لول الجملة الاولى من حيث زمن الوقوع الفير بتاعها فهي تصرفو في ال fast perfect الفير بتاع الجملة يعني كلش تخليه كما راه تزيد ذي كان بفور افتر ولا ذو كاذرك نفهم كيفاه كلش تفهموه بالمثال يعني مش رح تفهم هاجة غير بالمثال لانه هو ديما اللي دعم الفهم فيهي الجملة الاولى من حيث زمن الوقوع ركزولي عليها هذه من حيث زمن الوقوع يعني اللي حدث اللول اللي يحدث اولا صرفوا في بس بيرفworthف garnis فعلا الجملة الثانية من حيث الوقوع كذا يعني الم walking أنا فالليد Video كتبت الجملة واحد وجملة الثانية أكتبتهم كنبا يعني كتبائيهم ويكتبعين لك احد واثنين بس أنتت رتبهم حسب زمن الوقوع يعني قدر الأجملة واحد من حيث زمن القوقوع هي الثانية سما إنت تشوف حسب زمن الوقوع وتصرف الأفعال لك فهي الجملة الأولى من حيث زمن الوقوع يكون في بس بيرف практически كذلك فعل الجملة الثانية من حيث زمن الوقوع يكون في الباس سيمبل هذه بالنسبة للقاعدة دورك المثال باش تفهم مثل الكين مثال بالعربية قدرته لكم بسيط ومثال من البكالوري أنا بدأوا في الشرح لهو مثال بسيط جدا هنا قلت لك مثال أكلته ثم شاربته معناها دورك أنت وقال لك ربطهم قبلها مثال أعطي لك بفور قال لك يعني رح تربط بفور أنت واش تروح تكتب أنت أول شي واش تقول قبل أن أشرب أكلته أنا وين هي هي الحرنة للغاية احنا الشرب. أنا آكلته ثم آري shares بقل الأكل هي الحرنة قبلها بس ح tadi تكتب قبلها بما أنه عند بلك آكلته ثم شاربته قبل أن أشرب آكلته بس شروع تروح 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 أن تروح في الحرنة nós الأكل هو assumته سوف يكون الصالة للغاية سوف اأكلته في ع Southία وشاربته فيه راح تجي في الباست سيمبول ثم انت تقول قبل ان اشربها واشربها فيه تكون مسارفة تصرفها في الباست سيمبول ثم من حيث الحدوث من حيث زمن الوقوات انت متحوزش عليها مكتوبة اللولة الثانية ترتب الجملة حسب مثلا قبلها او بعدها دي الحاجة اللولة ومبعد تشوفوا ان هي اللي حادثت اللولة كما هنا اكلته ثم شاربته تدرك نعطيكم مثال من الباكالوريا بالانجليبته اذا مثال تبسيطي فقط باللغة العربية حاولت اني مبسطي للناس اللي ما تفهمش خلاء بلونغري حاولت اني مبسط على قد ما نقدر وعندك ذوك انتلوتيل وحتى والسوناز اللي هي قريبة مام بعدها ثاني نفس القائدة يعني اللي هي افتر يعني نفس القائدة يعني مثال نعطيكم بعدها مثال يقول لي واحد ديرنا المثال هذا بعد بعدها افتر نقولك بعدها انا اكلت وشاربته وش راح تكون اللولة اكيد من حيث زمن الوقوع راح تبقى اكلته اللولة فهمتوني تقول لي اكلتو اكيد في past perfect تبقى في past perfect وشاربته راح تكون في past simple منا تكونوا فهمتوني بلي اللولة من حيث زمن الوقوع البرب تاح يكون في past perfect ثانية يكون في past simple هذه هي قاعدة تصرف يعني افعال two verbs تصرفهم تدي نقطة تعك نعطيك المثال من البكالوريا باش تفهمون المثال هنا ما هو رقم C قالك اول حاجة تخمم فيها وشي وين هاي اللي حادث اللولة وين هاي اللي حادث الثانية خمم قالك العمال اساءوا من حيث زمن الحدود ليش من حيث تكتبها لك انت تشوف قدر تكون هي اللولة هي اللولة ولا قدر تكون اللولة هي الثانية المهم معناها توقفوا عن سوء استعمال الانترنت وقالك انتاجية الشركة زادت معناها وين هاي اللي تحدث اللولة اكيد العمال يتوقفوا السح على الانترنت انت تدرح لولة من حيث زمن الحدود باها انتاجية على الشركة تزيد تسمى كما هيك انت تدرك اللولة وين هاي اللولة هناجه هاي اللولة انت وجدكوا بعد العمال بعد العمال بعد العمال واقفوا استعمال واقفوا استعمال الانترنت انت تدركية الشركة زادت شوف هنا وش هي افتر ذو امبليويز عفون هي العمال فلذضة ، الفرب الأول هو Đstoped ، فإن فتصرفه كثيراً الاصابع فإن فتصرفه في الورد فتصرفه بالفربي فإن فتصرفه بالفربي فحده حبسه صح، وإن الإنتاجية لا تصرفه بالفربي فتصرفه بالفربي فالأخر بعد أن العملية توقفت بإستخدام الإنترنت هذا كان بالنسبة للفعل الأول من حيث الحدوث فعل الثاني هو 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 نعطيه لك في الباس سيمبل يعني أنت ذاني تصرف في الباس سيمبل والأنكريز الذي هو في الباس سيمبل هذه كيفية الأول نصرفه الأول من حيث الحدوث تفهموني من حيث زمن الحدوث تاع وين هو اللي حدث الأول بعد أول أكتر تبهم يعني حسب معنى الجملة بعد ما كذا كما هيك يعني بعد ما أن العمال داروا كذا الإنتاجية زادت هذا هو كيفية تفهمها وهذا بالنسبة للأفتر وبيفور وذوق وانتي لوتي لحسب المعنى بس بالنسبة للأفعال الفعل اللول من حيث الحدوث الجملة اللول من حيث الحدوث تصرفوا في باس سيمبل فعل الثاني تصرفوا في باس سيمبل أكثر من هيك ما قدرش نزيل نشرح در تلكم أمثلة بإذن الله تكونوا فهمت وكلش بإذن الله يعني ما كان شرح يعني واحد يشرح أكثر من هيك حاولت أني ندير أمثلة من باكالوريا أمثلة باللغة العربية أتمنى تكونوا فهمتوا علي يا برك يعني حاولت أني نشرح كلش إذا فعجبكم الفيديو ما تنسوش جامل الفيديو يعني تعليق تحفيزي وكذلك ما تنسونش من صالح دعائكم إذا ما فهمتوش أي حاجة في الفيديو أي حاجة ولو نقطة صغيرة قلولي في تعليقات يعني قلولي في تعليقات برك يعني رح نحاول كم مخلاه ورح نجاوب يعني على أغلبي التعليقات رح نحاول نجاوب على كل التعليقات بإذن الله يعني وبالنسبة للوضعيات كذلك الشعاب العلمية إذا حبيتوا نكمل لكم في السلسلة قلولي في تعليقات برطة أجيب الفيديو معكم أصدقائكم بها يستفيد الجميع فيديوهات قادمة إن شاء الله